حتى داخل السعودية حتى داخل هذا النظام الإجرامي الذي يتحكم السعودية بن سلمان بدأوا يقلقون على مصيرهم بدأوا يشعرون أن التطرف الكائن الصهيوني قد يجر الأحوال إلى ثورة في السعودية أنا أتوقع ذلك في الحقيقة في نهاية المطار ستحدث ثورة في السعودية وستحدث على طريقتهم يعني ليس بالطريقة التي تضاهراتها أو قد تكون ثورة حتى مسلحة في نهاية المطار لا ندري إذا كانت في بضعة أشهر أو بضعة سنوات لكن هناك جملة من الأشياء التي تتراكم الآن كغيوم ملبدة في سماء أرض الحرمين التي تسمى ظلماً وأدواناً أرض دولة السعودية تتلبد الآن كثير من الغيوم نتيجة للسياسات بن سلمان ولكن أيضاً الذي عمق الغضب في شعوب الخليج خاصة داخل السعودية هو هذا التطرف الصهيوني وسكوت السعودية عليه كان قالها سوليفاك هذا مسؤول الأمن القومي في الولايات المتحدة لما زرس سعودية إسرائيل قبل حول ثلاثة واربعة سابيع قال بأن المسؤولين السعوديين منزعجين جداً جداً هم مع تدمير غزة وتدمير حماس وتدمير المقاومة لكن يرون أن الذي شجعوه والذي هم معاه في نفس الطرح فالحقيقة فشل وعندما يفشل فكما قلنا دائماً أن الهزيمة يتيمة النصر له آباء متعددون كثيرون عندما يكون هناك النصر يظهرون على أساس أنهم كانوا في المعركة بينما عندما تكون هناك الهزيمة يتفلتون يتهربون يبتعدون إلى درجة شفنا مثلاً توركي الفيصل وهو أحد كبار مجرمي الأسرة السعودية ابن الملك فيصل وقد كان مدير للمخابرات السعودية من أهم المناصب لشغالها مدير المخابرات السعودية ما بين 77 وال2001 يعني ربع قرن تقريباً ثم سفيراً للسعودية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة خرجها قبل عشرة أيام شفناه يقول أو ثمانية أيام يقول أن المقاومة عادت القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وأن إسرائيل تفشل في القضاء على المقاومة آه مرحباً يا مرحباً هذا بالذات هو عراب التطبيع السعودي قبل مجيء بن سلمان بسنوات طويلة كان هو يلتقي كبار المسؤولين الصهاينة وكان يتآمر على المستضعفين في كل مكان هذا بالذات اللي هو خرج واللي بالمناسبة كان اشتغل معه جمال خاشقجي انتقدت أنا جمال خاشقجي في يومها يعني جمال خاشقجي مر بمراحل يعني مراحل كان يتقرر فيها من النظام السعودي رحمه الله ومرة أخرى يبتعد في المرات اللي يتقرر منها عينوه مستشار لهذا السفير هنا في بريطانيا وربما حتى ذهب مع الولايات المتحدة لكن أعرف أنه كان مستشار هنا في بريطانيا يعني مستشار دبلوماسي للسفير منصب عالي جداً انتقدت أنا جمال خاشقجي لم ألتقيه في تلك الفترة لأنه كان في النظام السعودي أو كان قريب منهم جداً ولكن انتقدت في بعض الأصدقاء المشتركين لنا أو في بعض الكتابات خاصة عندما ظهرت المواقع التواصل الاجتماعي وهذا اللي كان معه جمال خاشقجي وكان جمال خاشقجي يقوم بعمل أساسي داخل السفارة هنا في بريطانيا وربما حتى في الولايات المتحدة سفارة السعودية عندما تم تقطيع جمال خاشقجي بالمنشار ذهب هذا تركي الفيصل وأخوه خالد الفيصل ذهبوا وهما يتقنوا الإنجليزية جيداً ويعرفون العالم الغربي جيداً ذهبوا إلى كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأمريكية ومراكس البحثية والمؤتمرات ليفسرون ويبررون ما قدم عليه بن سلمان بذبح بتقطيع بالمنشار جمال خاشقجي يعني لم يستحي حتى في الشخص اللي كان مساعد رئيسي له ويعرف أخلاقه ويعرف كل شيء عليه راح يدافع على قاتله على الذي قطعه بالمنشار إذن عندما يخرج هذا تركي الفيصل قبل أيام ويتحدث عن المقاومة وكأنه هو مع المقاومين أو محبل المقاومين والمستضعفين فهذا دليل أن هذا الكيان في الحقيقة يخسر ويخسر بشدة